الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا وبعد يقول الله جل وعلا في صورة النحل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا فأخذهم العذاب وهم ظالمون وضرب الله مثلا ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون لذلك في القرآن تجد كثير من الأمثال التي يضربها الله جل وعلا ربنا قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وتلك الأمثال نضربها للناس ولعلهم يتفكرون فكثير من الأمثال يضربها الله جل وعلا في القرآن حتى يفهم الناس المطلوب والأمر الذي أمرهم به الله جل وعلا الآية هنا الله قال وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة قال العلماء هذه القرية هي مكة ضربها الله مثلا وكانت آمنة مطمئنة لذلك ربنا سبحانه وتعالى امتن على أهل مكة بالأمن هذا قبل بحثة النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون ربنا قال أولم يروا أننا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم القرى التي كانت حول مكة كانت في عدم أمن وفي خوف وذلك لأن أهل مكة كانوا محترمين يا جماعة كانوا يحترمون القبائل لأن في بلدتهم الحرم المكي ذلك كانوا يحترمون جدا بل حتى حتى عندما يخرجون في الرحلات كانوا يحترمين جدا ما كانوا يتعرض لهم أشاكد ربنا قال في سورة قريش لإله في قريش إله فيهم رحلة الشتاء والصيف كان عندهم رحلتين رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف لمن يخرجوا القرى والقبائل تستضيفهم وتستقبلهم استقبالا حسن ولا يتعرض لهم ليه لأنه بس من مكة فهمتا؟ أشاكد كانوا في أمن شديد ربنا قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فهمتا؟ فكانوا في أمن شديد آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان والرزق بيجيه من كل مكان شاكد مكة ما كان فيها يا جماعة ما كان فيها زراعة إبراهيم قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير زي زرع عند بيتك المحرم ما كان فيها زراعة لكن الزراعة بتجي من كل مكان شاكد ربنا قال يجب إليه ثمراته كل شيء فكفرت بأنعم الله شوف ربنا منعم عليهم بطعام وبأمن وده لهم نعمتين يحتاج لهم البني آدم اللي هو الأكل والأمن بعد كفروا بأنعم الله وأكبر نعمة كفروا بيها هي نعمة النبي صلى الله عليه وسلم فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أكبر نعمة كفروا بيها وكفروا بيهوا ليه؟ كفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام ليه؟ مع إنه كان بيحترموا جدا وكان يعتبر الأمين والصادق حتى أنه صلى الله عليه وسلم عندما صعد إلى جبل الصفا فقال واصباحا والتف حوله الناس قال لو قلت لكم أن وراء هذا الجبل جيش يريد أن يغزوكم أو كنتم مصدقين؟ قالوا شنو؟ ما جربنا عليك كذبا طيب ما لم كفروا كفروا لأنه قال ليه ممسك في الله وخلوا الشيوخ وخلوا الأولياء والأموات والجماعة ده لسي بيكفروا برضو بنفس السبب برضو الناس بتاعنا الطرق ديل اللابسين طواق خضر لما انتجد قلهم نادو الله براكم براو وخلوا البرعي بيكفروا بيالله فهمتا؟ ده النفس الشغلة لما جاء الرسول قال ليهم قولوا لا إله إلا الله تفليحوا لا إله إلا الله ديلك عرف فاهمينا ماذا يا جماعة ديل؟ تلقى في النوبة لا إله إلا الله لا ما فهم أي حاجة لا إله إلا الله دي معنى ما في برعي تاني مع الله ما في كباشي تاني بناجو مع ربنا ما في مكاشفي بيكشف أو بيعلم الغيب مع الله دي لا إله إلا الله لذلك النبي قال ليهم قولوا لا إله إلا الله تفليحوا كفروا طوالي قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب وبعدين النازل كانوا بيحترفوا انت عارف؟ النازل كان بيحترفوا إن عندهم آلهة هس النازل سجماعة أقدر ما بيحترفوا فهمتا لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما سأل أحد الأعراب قال كم إلها تعبد؟ قال سبعة قال بيعبد كم؟ سبعة قال ستة في الأرض وواحد في السماء ده عارف إنه عنده ستة في الوطن ترجمها هذا لسه واحد يكون عنده سبعة وشهين واحد في الأرض واحد في السماء بيعبدهم كلهم عنده البرعي بيعبدوا وعنده الكباشي برضو في إمتى بيمشي لهناك عشان ندي الولد زي ما قال البرعي عن الكباشي قال كباشي كم أدى ولد ده كلام البرعي في كتاب ها رياض الجنة ونور الدجنة كلام ده كتاب البرعي بيده قال كباشي شانت عارف نحنا بنحترض وبنتكلم في الصوفية ده ليه؟ لأنه عندهم كلام زي ده قال كباشي كم أدى ولد في كل بلد في كل بلد كم حل عقد كباشي في كل محل يربط ويحل كم أدى طفل كباشي غير مسء طفل كباشي وبنتكتوا جماعة بنتكتوا موسيقى شغالة ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة أهل عمران ربنا قال هو الذي يصوركم في الأرحان كيف يشاء صدق كلام الله ولا كلام البرعي؟ ياتوا نحن بنصدق كلام الله براه يا زون لا بنعرف برعي لا بنعرف كباشي لا بنعرف سماني لا غيره بنعرف ربنا براه أشعر كده ربنا سبحانه وتعالى قال وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإيايا فأرهبون وما بكم من نعمة فمن الله ما من البرعي من الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون فديل برضو نفس الحكاية كفر ناس البرعي والكباش وغيره نفس الكلام ده في إمتى؟ نفس العقيدة تعتعى المشركين نفس العقيدة بتعات أبو لهب وأبو جهل بل في حاجات أبو لهب ذات ما قال قال البرعي والله أبو لهب ما قال كلام ده ده كلام قاله البرعي كما نقل البرعي في كتابه اللي هو رياضة الجنة ونرد جنة بتكلم عن أحمد الطيب البشير السماني قال 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 ألم ترى أن الله أيده بما يقوم مقام المعجزات يناسب كإحيائه ميتاً قال الشيخ بحي الموت مع الله وكالبنت بعدما أتت وهي أنثى إلى الذكورة تغلبه قال الشيخ بحي الموت ده محمد عبد الرحيم البرعي وربنا قال في القرآن هو يحي ويميت وإليه ترجعون وإليه ترجعون ربنا قال الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ برعي بيقدر يعمل الشغل لا؟ ها؟ كباش بيقدر؟ المكاش بيقدر؟ شاكد ربنا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ربنا قال يا أيها الناس أعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشة والسماء بناء وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون إذا عرفت أنه الله خلقك وأن الله رزقك وأن الله بيقتلك وأن الله بيحييك ما تنادي البرعي تاني ما تمشي للمكاشفي ولا تمشي للكباشي بل توكل على الحي الذي لا يموت لذلك قال الله جل وعلا قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون الله ولا البرعي الله ولا الكباشي أم من خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماءً فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضراً نخرج منه حباً متراكماً ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات والزيتون والأعناب مشتبهاً وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعيه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون بعده الله قال وجعلوا لله شركاء بعد ما الله خلق وعلى رزق وعلى بيكتل وعلى بيحيه الله كتل الشيوخ دل كلهم ولا كتلهم زلتاني ها الكتلهم من البرعي ده كتلهم منه أمسك في الله الكتل البرعي ده يعني أين ذهرينك؟ تمسك في الله الكتل البرعي لأنه مدام كتل البرعي معنى أقوى منه ولا ما أقوى منه؟ ربنا قال يا أيها الناس أنتم الفغراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز أشاكد ربنا سبحانه وتعالى من على عباده بالرزق وبالإحياء والإماتة وأمر بألا يعبد غيره جل وعلا من الناس وأصل الناس الزمان مشركين الزمان والمشركين الأسي كلهم ضلوا بالأولياء يقول لك ده ولي ألقال لك ولي منه؟ ما في دليل ذاتي أنه ولي لا البرعي عندك دليل أنه ولي ولا الكباش ولا المكاش ولا غيره ما في دليل ربنا قال في القرآن الكريم ربنا قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون منه لكن الذين آمنوا وكانوا يتقون المؤمنين هم الأولياء أشأكد النبي عليه الصلاة والسلام وهو يردف ابن عباس على الحمار قال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله ما قال له سألت نادينيانا مع أنه كان جامب النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله دعنا الأولياء الأولياء بيربطوك بين ربنا سبحانه وتعالى وكان بيقى ولي عديل كان ربطك بين الله وبيقى ولي ما بيقز لك إنك تناديه ولو ناديتك تكون مشرك لأنه ربنا قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير أنا أتوقف إلى هذا الحد وأقدم أخونا الشيخ الفاضل الشيخ مزمل فليتقدم مجزيا مشكورا وصية القحطان بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان